في عنده اثيارين او عم يمر بمفترق طريق حاليا وعم يحاول يختار او يوازن او يعادل بين شيئين ممكن بينك وبين الشغل ممكن بينك وبين شخص اخر ايضا طيب نشوف شو هي طاقتكم المشتركة حاليا وشو ممكن يكون بعض من اسباب الخلافات اللي بينكم اني حتى تفهم الوضع اكتر ففي شخص او في عم تحسوا انه انتو مرفوضين من قبل الطرف الاخر لانه الطاقة هاي مشتركة فانت عم تحس بالرفض منه وهو ايضا عم يحس بالرفض منك عم شوف انه انتو شوي مشوشين تجاه بعض ما في عندكم طريق واضح في عندكم عم تشتغلوا على العلاقة ولكن ما في عندكم شراكة بالشغل يعني كل شخص عم يشتغل مجهود شخصي او مجهود انفرازي عم تحس انه بدك يكون فيه شراكة اكتر بالعلاقة بس الوضع بينكم مرات بيكون ايجابي ومرات بيكون سلبي متقلب كتير لانه مرات الوضع بيكون كتير منيح عندك فالسان كارد من افضل الكروت بالتاروت ولكن مرات فيه عندكم بيصير رفض لعروض الحب او رفض لتقبل العواطف بينكم فيه ايضا عندكم كتير اهتمام بالسلطة او كتير يعني فيه شخص او ممكن انتو الاثنين بتحاول انه تمشوا كلمتكم قدر المستطاع فيه عندكم نزاع على السلطة انتو هو طيب نشوف خطواتك في المستقبل او ما هي خطوتك المستقلية همشوفك همتركز اكتر على هم على وضعك العائلي على عائلتك على اهلك همتحاول توفر لهم متطلباتهم ايضا همتشوف انه ممكن اذا انت بعيد عن البيت همتحاول انه اذا انت بسفر مثلا بعيد عن البيت همتحاول انك توصل الى عائلتك او في المستقبل للبعد منكم تفكيرك رح يكون باي علاقة بتفوت فيها تفكير انه بدك تستقر او بدك تلتزم مع شخص من اجل انك تستقر لانه انت ايضا بتحس انه او رح يجي شخص بحياتك بالمستقبل مع انه رح يكون في بينكم شوي نزاع بسيط بالحكي ما في صراحة تم رح تكون الا انه انتو رح تنظر لهالشخص وكأنه او رفيق درب عم شوفك بالمستقبل ايضا شوي منغلاق رح تكون او منعزل لانك عم تبحث عن اجابة لاشي معين ايضا عم شوفك رح توفر ناحية المادية او رح تكون متحفظ اكتر بمشاعرك يعني مش رح تتسرع ولا رح تتهور لو في شخص جديد رح يفوت بحياتك عم شوف انك تتأنى باختيار القرار بينك وبين هالشخص عم شوفك عم تركز على الجهة الروحانية وايضا على الجهة المادية لانه في عندك كتير مخاوف ما عم شوفك تتسرع باتخاذ القرار طيب نشوف طاقة الحبيب او طاقة الشريك في المستقبل نبين انه حبيب او الشريك اللي عندك كتير رجد او بيحبي يمشي على نمط معين ممكن يكون مش مرن عقليا او مش كتير متقبل لآراء اخرى فعم شوف انه هو بالمستقبل رح يركز اكتر من ناحية انه كيف يكون مرن اكتر كيف يتقبل افكار اخرى اكتر ايضا عم شوفه فيه عم يحاول يتخلص من عادات سيئة هالشخص وهو بيشوفها بحاله عم يحاول يبعد عنها قدر المستطاع عم يحاول ايضا يبحث عن عن انه مرات بيحكم على العلاقة بطريقة كتير جدية وطريقة كتير كتير حادة ايضا هالشخص طلع عنده نفس الكرت اللي عندك هون The Lovers فهالشخص ايضا بينظر للك بالمستقبل بيشوفك او بده نوع من الارتباط معك نوع من الالتزام معك ايضا شخص اللي عم تتعامل معه في المستقبل بده بداية جديدة عم شوف عنده Ace of Wands فهو بيطمح الى بداية جديدة بينك وبين هالشخص ممكن هو ايضا يمر بمرحلة انه لازم يختار شيئين او ياخد قرار بين شيئين معينين شغل او او بين شخصين معينين لكن عم شوفه بالمستقبل بده يتواصل معك اكتر بده العلاقة بينكم تتطور اكتر او يكون فيها انفتاح اكتر تقبل اكتر نشوفه بحاول يكون بالمستقبل مرن معك اكتر طيب نشوف طاقتكم المشتركة في المستقبل شو هي في عندكم تغيير رح يصير انقلاب تام للامور يعني اذا انتو مش عم تحكم مع بعض حاليا او في فترة انفصال البعض منكم اللي بيحس انه العلاقة مش رح تتصلح ابدا او ما فيه لها نهاية او مستحيل انه اكون مع هالشخص هالكرت بيحكي متل تغيير 180 درجة ايضا فيه عندك ace of wands نفس هالكرت يعني فيه عندكم بالمستقبل بدايات جديدة the sun card الوضع بينكم في المستقبل رح يكون ايجابي اكتر من هيك اكتر من اللي انت عم تمر فيه حاليا برغم انه انتو مريتوا بصعاب بالماضي وكان في بينكم كتير لخبطة بالماضي وكتير تقلب بالعلاقة الى انه بالمستقبل فيه عندكم بدايات جديدة بالعاطفة برج الحوت ايضا قبل ما تكمل بدي احكي لك شو الابراج اللي ممكن عم تتعامل معها ممكن عم تتعامل مع برج لاية برج مائية برج هوائية ممكن عم تتعامل مع برج الميزان او برج الجوزاء برج الجدي ايضا ولكن ممكن يكون اي برج اخر انا دائما بنسى احكي الابراج لانه بركز اكتر على الطاقة انه ممكن يكون مش نفسها الابراج اللي عم بيحكيها ولكن الطاقة اللي عم تطلع من هالشخص هي هالطاقة اللي موجودة عندي فنكمل طاقتكم المشتركة برغم الصعاب اللي مريته فيها بالماضي الى انه عم شوف فيه تطور كتير ملحوظ في المستقبل ايضا فيه تواصل سريع رح يصير بينك وبين هالشخص وفيه عندكم رح يصير نضج كتير من الناحية العاطفية يعني بالماضي ممكن الوضع بينكم كان لخبط اكتر ومتقلب كتير بالزات من ناحية برج الحوت لانه عندك nine of swords فانت كنت كتير فيه عندك مخاوف تجاه الشخص تجاه هالعلاقة عم شوف فيه عندكم نضج عاطفي اكتر بالمستقبل فيه تواصل سريع رح يصير بينكم فيه تفاهم اكتر رح يصير بينكم بما ان الطاقة هاي مشتركة بينكم فانتو رح توصلوا الى نوع جديد من البوندين او نوع جديد من الترابط بمعنى انو انتو رح توصلوا الى مرحلة تكونوا فيها مستعدين الى انو اه تواجهوا مع بعض التحديات اللي ممكن يعني تيجي فيه طريقكم اوكي حباي ببرج الحوت معلش كانت قراءة قصيرة ولكن الكروت عندي كتير كتير واضحة يعني ما حسيت انو فيها اي اشي بحبيني وضحه اكتر او اتعمق فيه اكتر يعني الطريق عم شوفه او خطواتك وطاقتك كتير واضحة مع هالشخص الاوراق كتير بتركب مع بعض كتير واضحة اوكي حباي ببرج الحوت فهاي كانت قراءتي لبرج الحوت بتمنى انو قراءة تكون فادتكم وحبيتوها اذا حبيت الفيديو لا تنسى تحطلي لاكو كومنت شير وسبسكايب وتفعل جرس الانذار لحتى يوصل لك كل جديد شكرا لكم جميعا ان شاء الله رحشوفكم في فيديو قادم اشتركوا في القناة